ازايك يا حلوين النهاردة هحكي لكم قصة جديدة قصة النهاردة عن بطل اسمه طرزان جنين؟ يلا بينا ايه اللي هيحصل لو ضع طفل من اهله في واحدة من الغباب ممكن يكلوا حيوان مفترس او تلاقي حد ينقذه لكن محدش يتخيل ابدا ان اللي تنقذه غريلح وهي اللي تحتمي بيه واتهب بيه لحد ما يكبر هي دي قصة طرزان مر زمان وعلى شط من صادق افريقيا كان هناك راجل وامراته ومعاهم طفل نونس غنن كان بيهربوا من سفينا مولع نار مريسي قريب من واحدة من الغبابات وراحوا لشجرة من اشجار وعاشوا جنبها مع النونس وبنوا بيت من اللي بقى من السفينا ولكن حظ النونو كان وحش لانت قتل ابوه وامه على ايد مرات الفاحق الشرسة كان اسمها سابور سمعت الغوريلا قالها اللي هي كمان مات ابنها على ايد سابور سمعت صريخ وحيات النونو ولقيته في البيت اللي اتضمر على اخه وبعد اما حجمت صابور لقالة عشان تاخدوا النونو منها نجحت قالة في انها تهرب بالنونو واخدته الى قبيلة الغوريلا عشان تربيه كأنه ابنها بس كان بيعارض قائد القبيلة يده الغوريلا نفسه واسمه كان شاك ان الموضوع ده ورافض ان يكون قبليه وطلعت كل على النونو اسم طرزان وبقى صاحب بكل افراد القبيلة الغوريلا وكل الحيوانات التانية وبالذات الغوريلا تيرك والفيل تانطور وقدر بمرور الوعد ان يكون بيعمل نفس اللي بيعملوا بكل حيوانات الغوريلا ويقلدهم ولما كبروا بقى شاب كبير قدر لنوقت المرات الفهد الشلسة سابور بسعمل بداي وقارف يحمي قبيلة الغوريلا من خطرها وبقى قائد القبيلة كرشاك بيحترمه وبيحبه ولما كانت قبيلة الغوريلا عايشة حياة حدية جي مجموحة من المكتشفين من انجلترا للغابة ومنهم العالم بوردر وكان عنده بنت اسمها زين وصياد اسمه كراينتون وكانت جين بتتنشى مرة في الغابة اتعرضت للخطر والموت ولكن زهر ترزال وانقذها من الموت وعرف انه انسان زي حزيه فاخدته جين للمعسكر المكتشفين بس المكتشفين قرروا لهم يستخدموا ترزال عشان يوصلهم لقبيلة الغوريلا عشان يستدوهم ويقتلوهم كلهم بس قائد القبيلة الغوريلا نفسه كرشاك حزر ترزال من انه يروح للمعسكر المكتشفين لكن فضل يروح لهم وتعلم من ابو جين وبنته انه يتكلم انجليزي وارف حاجات كثيرة عن باقي الناس والبشر ومعرفش الصياد كلينتون في الاول انه يقنع ترزال انه يوديه للمكان اللي بتجمع فيه الغوريلاك بس هو قعد يزن 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 ويغريه بانه ده هيخليه جنب جين على الطول فخدهم ترزال لمكان تجمع الغوريلاك بس قائد القبيلة كرشاك قام بمعجمتهم كلهم فهربوا كلهم بعد كده قامت كهلا بتشجيع ترزال على انه يرجع للبلاد اللي فيها ناس مع المكتشفين ويعيش معهم زي الناس العتية بس وقعوا في كمين بالحرمية اللي وداهم الصياد كلينتون ده كان للمكان اللي تجمع فيه الغوريلا عشان يستدوهم مرة تانية بس يا ترزال نجح بمساعدة غوريلا ترك نفسها والفيل تنطور في انهم يهربوا ويسرعوا بسرعة برجحوا لمكان الغوريلاك واتحت قائد القبيلة كرشاك وترزال وترزال نجح وقدر هو وكرشاك انهم يقتلوا ويتخلصوا من كل الناس دي بس في الآخر مات قائد القبيلة كرشاك على ايد السياد كلينتون وقبل ما يموت اعترف بان ترزال ابنه وعينه وقال له انت قائد الغوريلاك ونجح ترزال في النهاية انه يحمل غوريلاك من خطر كلينتون السياد ترجمة نانسي قنقر kiss وجمav رقم